أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتوصل اليوم المئة وواحد على قطاع غزة أعرب أشتية عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنياً قانونياً ومستنداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إننا نأمل أن لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاء مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك من جانب آخر إنني آمل أن يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول كما أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرة الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة وقد توفي البعض منهم والتصريح علناً حول أوضاعهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر